الفوضى العظيمة لتناول قشرة البصل قبل النوم وكيفية استخدامه جميعنا يعرف فوضى البصل على الصحة ولكننا نرتكب فعلا خاطئا بالتخلص من قشرة البصل في القمامة حيث أكد الباحثون أن قشرة البصل يحتوي على مدن قوية مضادة للأكسدة والتي تعمل على تحسين الصحة بشكل كبير والوقاية من العديد من الأمراض وتحتوي الطبقة البنية لقشرة البصل على الأليفة مضادة للأكسدة والفلافونويد وجمعها مفيدة للغاية على الصحة وطبقا للتقرير الذي نشره موقع GHL عن قشرة البصل وفائده المذهلة أكد أن قشرة البصل يحتوي على المدن مضادة للأكسدة أكثر من البصل نفسه كذلك فهو غنيا جدا بمادة الكيرستين وهي مادة فعلا للغاية في منع إنسلة الشرائين والحد من ارتفاع ضغط الدم بكونه مضاد للسرطون والبكتيريا لذلك يجب أن تحرص على أن يدخل ضمن نظامك الغذائية قشرة البصل وذلك لفوضه الكثير في التخلص من الأمراض والمشاكل الصحية ومن أهمها أولا البدانة والسمنة ثانيا مشاكل الجهاز الهضمي ثالثا سرطون القولون رابعا أمراض القلب والأوعية الدموية خامسا أمراض السكرية من النوع الثاني كيف تعمل شيء قشرة البصل ولكن كيف يمكنك تخلق قشرة البصل ضمن نظامك الغذائية يمكنك ذلك من خلق أعداد شيء قشرة البصل وانطح لصعى تناوله يوميا حيث يمكنك تخزين قشرة البصل في وعاء زجاجي وما عليك سوى وضع قشرة البصل في الماء ورفعه على النار حتى يصل الغلاين حوالي 15 دقيقة بعدها يصف الماء من قشرة البصل وتناوله قبل الذهاب إلى النوم حيث ينتج مادة الكيرسيتين ذات الأثار المهدئة وذلك السبب الرئيسي لشربه قبل الذهاب إلى النوم الفوضى العظيمة لحسايا قشرة البصل كذلك يمكنك أعداد حسايا قشرة البصل بسهولة أو إضافته إلى الحسايا مع الفلفل الحور وتصفيته حيث يعمل قشرة البصل على مقامة السرطونة وأظهر الدراسة حريثة أن قشرة البصل يحتوى على نسبة عالية من الأليفة الغذائية والتي تفيد في حركة الأمعية وأطرد الفضلات من الجسم وكذلك تطير القولون من السموم ويعمل على توزن مستوى الحموضة بالمعدة كذلك يخفف قشرة البصل من خطر الأصوبة بالعديدة من الأمرض منها أمرض القلب واللوعية الدموية والسرطون القولون ومرض السكرية من النوع الثاني والبدين أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا استفدتم من موضوع قشرة البصل فضلا لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس لكي يصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله